هذا الجهاز التصليبية قال لشيخنا لدي الملف الملف قدمناه وبالوثائق وبالأدلة وبالبراهين وبالسرقة وبالتحاسب الضريبي وبالقمرقي وبالتخليص كله وهمي كله شركات وهمية لا مشتغلة وناطق الجهوري لحد هذه الساعة يفتر ببغداد معزز مكرم هذا ملف من ألف ملف عندنا احنا من قاعد على قولك تقول تبيض عيوني يا الله نحصل الملف الله شاهد ورقيب قبل لا نجيب الملفات استاذ نجم نخوه رأسنا يوقع ملفه تجيب الكتاب الدقق الكتاب لأن تعرف الجماعة هنا يردون يصيدون يصيدون بالمالعك يردون يطيحونك مطب ما تطلع من عدة حتى يسكتوك هم انت مثل ما قلت السارق والفاسد مستعد يقتل ومستعد يحرق ومستعد يفخخ حتى ما توصل ما توصل للفساد مالته احنا هاي ملفات عندنا كبيرة ملفات قوية ملفات بالوثاق الرسمية اللي دين هاي الشركات الوهمية انت في تحد انا انت تعرف الشيخ صباح انا بالنسبة الي لا اسمح لكائن من يكون ان يستخد الملف باسقاط الآخر وانت تدري المعلومة اللي تطلع يجب ان تكون بها وثيقة لانه احنا اذا ما نتحاسب اليوم باشر عدنا حساب امام الله اكو عفوا استاذ نجم احنا اليوم ما نتكلم وانت مثل ما عاهدتني ما اتكلم بأي كتاب بأي قضية اذا ما عنده وثيقة رسمية انا اكو شي اريد ان اوه علي استاذ نجم عذرا لها المفردة انت عندك علم حتى اللي حبسناهم احمد ساعدي بها ابو كيكارد كذا كذا دولة اللي ذبيناهم بالحبس تدري هم بسجل شنو هسه في اي بي شون يعني في اي بي في اي بي قاعتهم محت اكلهم محت شربهم محت سبالتهم محت ابلازماتهم محت موبايلاتهم محت انترنتهم محت فول يعني تصور اول البارحة بها عبدالحسين ابو شركة كيكارد اللي انحبت سبع سنوات هو وحمد الساعد بالعقد التأمين الصحي الوهمي وطلعت بعد دعاوي منزل علي فيديو كامل من الحبس الشيخ صباحي ساومني الشيخ صباح ساومني تجل زوجتي الدكتورة التهم زوجتي رايحة له متفقوا ياه على اموال وسواني جاسوس ومرتي عميلة بالمخابرات الامريكية يعني شيء ما يشبه شيء انت تصور كيف طبت له الاجهزة كيف تم التسجيل وياه شلون ووصلت له هاي الامور من اللي طب له يعني هنانا حتى بالحبس هم اهلي اللي فلوس مصيطرين جيد 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 شيخ صباح انت ما تشذب عليك لا انا ما تشذب عليك ما تشذب عليك عباس عليك ارضى عليك فلوس انا عندي معلومة والعباس مفاضة عندي معلومة خلي كم معلوتي ارضى وموالد الدنيا كلها عندي معلومة مجموعة من السادة الكبار رفيعي المستوى نعم شما عدوا مكروش ستة سبعة اجوا وقعدوا وقالوا لك صدق قالوا لك اطلب عنهم ولطيك ايه قسما بالله وحق هذا شهر الحسين عن منه عن بهاو احمد الساعد وعن كل يال اللي يشتغل عليهم ملف يخبروني عوفوا هذا الملف وتعاشتين بس هذا ولا ثنيا عرضوا الدنيا كلها ايش قد بله وصل لأحمد الساعد يمكن ثمان ملايين دولار ذاك ذاك اثنى عشر مليون يعني اشتين مليون دولار بس عوفهم اشتين مليون دولار مليون دولار نعم يمكن يصيرها ثلين وعشرين مليار دينار لا اكثر اكثر انا مقير بالأرقاء ايه اكثر اكثر يعني ذول الولد السادة طبعا انا ما اقدر اقول اسماء انا اعرفهم انا اعرفهم ما انت تعرف يمثلون الشعب طبعا يمثلون الشعب واساسيين بالعمل سيئا اذا ذول الوليدات على حد قولك ذول سعرهم عشرين مليون دولار يدفعون عنهم السادة المبجلون كثير باية انا رح اقول لك انا ابسط شي احنا اكتشفنا بعد اعتقال احمد الساعدي وبها ابو كيكار 106 الف هوية مزورة 106 الف هوية متقاعد هوية مزورة بالشهر على اقل واحد مليون دينار يستلم هذا ثبت قضائيا طبعا بالقضاء وباعتن هم يخابرني واحد يقول لي يقول كذا اخوان المظلوم يجي يقعد هنا لوح التقبال الشيخ صباح السادي يتحض خلونا نتحاور بمنطق وبقضية سليمة ثبتت بالقضاء كلها مثبت مو بس ثاني طلعت لجنة بورغيف مشكورة وجهاز الاستخبارات في وزارة الداخلية تم اعتقال 33 معاقب لحد الآن لحد الآن المعاقبين ماشيين بالبزارة بدائرة التقاعد العامة البطائق الوهمية المصدرة خارج العرق انت عندك علم ارهابيين في الانبار في صلاح الدين في سامراء ارهابيين ميضات 50 مليون ارهابي ارهابي مقتول ارهابي وثائقة وكل الأمور هذا انقتل الجيش الحراق بعمليات التحرير قتله